البنات ممكن فعلاً تطفش من البيت عشان للأسف كتير بس هنا العيلة اللي حنا نتكلم فيها هي عندها وعي وإدراك وعيلة مثلاً أسرة متوسطة الحال بيعملوا كده برضو حتى لو أنت متعلمة ومعاكنة تشتغل يعني أنت نزلت اشتغلت بعد ما ابني كبره وبقى يروح مدرسة يعني أنت واحدة تقدر تجيب فلوس وتعرف تعمل داخل وقدر تجيب قوت يومها زي ما بيقول بالزبط طب هتبقي نفس الفكر معقول تقصدي يعني أن هي قررت من أول أن هي تهرب من البيت وتتجوز البيت مش أمان أنا البت بالنسبة لي بقى مصدر تهديد أنا مش مرتاحة هنا طول الوقت أنا حاسة أن أنا مرفوضة ومش مرتاحة ومش عارفة أتعامل علاقات مريحة ده غير أن أنا كمان حاسة أن فيه تفرقة بالمعاملة ما بيني وبن أختي وبن أخويا فأنا هنا مش مش أماني أنا عايزة أستقله وارتح وأخرج منها فأي حد ما إن شاء الله في آخر الدنيا أنا أتجوز وروح له القضية مش قضية احتياج مدي أكثر عندما هو احتياجه عاطفي أنا عايزة حد يحس بي حد أبقى متطمنة معاه أنا عايزة أسألك سؤال وده اللي هاختم به الفقرة ده وهنرجع أننا نبدأ به الفقرة اللي جاي بس اللي أنا عملا أفكر فيه أنه مش أقولك بأن هل فيه مثلا أهالي تستحق أن احنا نكراها أو 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 لأ أنا هسألك سؤال تاني خالص لأنه بيعمموا بكده أنه هل فعلا حقيقي عشان إحنا ما خدناش وقت كبير في التعارف لازم دايماً ننتهي بالطلاق يعني لازم أن أنا أعود أعرفك أكتر فدي علاقة أول ما حد يعرف مثلا إحنا جاوزنا في 6 شهور جاوزنا في 3 شهور جاوزنا في سنة علاقة حتمية هتنتهي بالطلاق بعد كده تلاقي الناس أنا كنت أعرفهم من المدرسة وصغيرين وتربوا على حب ببعض زي ما بيقولوا وقعدوا مع بعض بالـ 12 والـ 13 سنة اتطلقوا بعد أول سنة جواز فإحنا مش هنجاو غير بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر